كيف تبقى على قيد الحياة وتنقذ نفسك من آثار الانفجار النووي ومن تأثير الإشعاعات معقولة دكتور معقولة ونص وتابع الفيديو مرحبا تابعين العزاء ومشاهدين الجدد معكم دكتور فراسي علي وحييكم وإنما كنتم على قناتكم الطبية وفي حلقة اليوم نتطرق إلى التصعيد الكبير الخطير بين روسيا والدول الغربية وتهديد روسيا بالقيام بهجوم نووي طبعا عن الأمور السياسية لا نتحدث نتحدث اليوم قسمت هذا الموضوع لقسم الأول نتحدث عن الوقاية قبل الحدوث مثل هذه الانفجارات كيف نهيئ نفسنا حتى لو ما صار ولكن الوقاية غير خير من العلاج في الحلقة القادمة نتكلم عن الآثار التي تؤدي بها الإشعاعات والانفجار النووي على صحة الإنسان وكيف نقي نفسنا من هذه الأثار الكبيرة اليوم نتكلم عن شلون تهيئ نفسك كيف تهيئ نفسك قبل وقوع مثل هذه الأحداث إن شاء الله ما تصير وما تقع ولكن نحن مرينا بتجارب حربية وحروب كثيرة وهذه الحروب للأسف تلاحقنا وأنا أتكلم خاصة عن المختربين في أوروبا وأمريكا المختربين العرب في ألمانيا العرب في فرنسا العرب في إسبانيا العرب في الولايات المتحدة العرب في كل مكان وغير العرب لجميع الناس أتمنى لجميع السلامة والسلام والأمن خلنا نتكلم عن هذه الأمور الوقائية بطريقة سريعة وملخصة عملت لكم هذه المعلومات بطريقة سريعة الوقاية من تأثير الانفجار النووي تعتمد بشكل كبير على الاستعداد والتخطيط المسبق يعني يجب أن تكون أنت محظر لهذه الأمور حتى لو كان واحد بالمئة احتمال طيب والامتثال للإجراءات الوقائية الرسمية شلون نهيئ نفسنا النقطة الأولى البقاء في المأوى الحماية من الإشعاع إذا سمعت يوجد هناك انفجار نووي أو ومض نووي أو صفارات انذار ما تطلع تتفرجوا على السطوح وتروحوا مثل عاداتنا نحن شعب عاطف نحب نشوف هالأمور لا يجب أن تختبع في المأوى للحماية من الإشعاع ابحث عن مأوى فوري إذا سمعت عن هجوم نووي أو كنت في منطقة مستهدفة حاول الأصول إلى أقرب ملجأ ويفضل أن يكون هذا الملجأ تحت الأرض أو مبنى ذو جدران سميقة النقطة الأولى النقطة الثانية طيب تقولي الدكتورج قد أظل قاعد في هذا الملجأ طبعا خليني أنوه بالنسبة للملجأ هو الابتعاد عن النوافذ ليش الابتعاد عن النوافذ؟ هذه النوافذ ممكن تتعرض لموجة الضغط الحرارة والإشعاع ويمكن أن يكون هناك انفجارات فيصيبك غير أن الإشعاع والانفجار يصيبك يعني الزجاج المتكسر ويؤدي إلى جروح خطيرة جدا طيب ما هي الفترة التي نبقى بها في المأوى دكتور؟ الفترة طبعا تعتمد على موقعك ولكن طبعا الناس اللي قريبة في التسنتر عن الموقع الإنفجار لا سمح الله ما رح يحسوا بشيء وما رح يستفادوا من الوقاية لن سوف يعني يروحوا إلى رحمة الله نحن نتحدث عن الناس الموجودين في المناطق البعيدة أو يعني التي سوف يؤثر عليها الإشعاع فيجب عليك أن تظل في المأوى وفي المقبع ما بين 24 ساعة و72 ساعة أو أكثر حسب التوجيهات الرسمية لأن مستوى الإشعاع ينخفض بسرعة في الساعات الأولى بعد الانفجار النقطة التالية تقليل التعرض للإشعاع ارتداء ملابس واقية إذا يعني لابد أنك تطلع خارج البيت تلبس ملابس سميكة وواقية إذا ما عندك ملابس خاصة تلبس ملابس سميكة وواقية ونظارات وكمامات وغطاء رأس ويعني كفوف كل شيء تكون مغطى بكمية تبيرة ولكن إذا تقولي أنا كنت بالشارع موجود في هذه الفترة عند دخولك للبيت إنزع جميع هذه الملابس حاول تحطها في مكان يعني تغلق عليها بباكيت مخصص أو باكيت يعني عفوا نزبالة وتختسل بالماء والصابون لكي تثير تزيل عفوا آثار وجود يعني جسيمات أو شيء من الإشعاع استخدام الأدوية الواقية طبعا تساعد هذه الأدوية على التخلص من تقليل آثار وخطورة الإصابة مثلا خلنا أخذ مثال أقراص اليوديد البوتاسيوم هي تساعد على هذه الأقراص على تقليل الامتصاص الغدة الدرقية لليود المشيع مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية طبعا يجب نقطتين وأربع خطوط يجب تناول هذه الحبوب فقط بتوجيه من السلطات الصحية حيث استخدامها غير الضروري يمكن يؤدي إلى مشاكل أخرى أن تبغينا عنها طيب يوجد طبعا هناك أدوية مضادة للإشعاع لكن هذا أمر آخر تخزين إمدادات الطوارئ هذه نقطة مهمة أنا أسمي نفسي أطفال الحروب إحنا وعينا على الحروب فبالنسبة لحد الآن أخواني الكرام أنا دائما أينما أكون أستقر في أي بلد أنا دائما عندي أنا أسميها الغرفة الإحتياطية إحتياطات أو خزانة الإحتياطات بها طحين بها معلبات بها مي زيت كل شيء أنا أريده يعني في هذه الغرفة يجب أن تتوفلك الماء والغذاء وخاصة أن يكون الماء مغلق بحكمة أو بطريقة جيدة والغذاء نفس الشيء يكون معلب أو يكون مغلق بشكل محكم احتفظ بإمدادات طعام ومياه غير ملوثة تكفي لعدة أيام على الأقل ثلاثة أيام أنا عندي مخزون دائما أحطه تقريبا لشهر والمي دائما أغير المي أجيب مي جديد تقول لي هاي شيء متعب ولكن إخواني الكرام إحنا مرينا بتجارب حروب هذه الأمور اللي علمني ياها والدي من طفولتي لأن إحنا دائما في حروب أنقذتني عدة مرات أيام ما كان الناس عندها لا مي لا طحين لا هاي الأمور كلها إحنا دائما نخزن هذه المنتجات خليها تكون موجودة ممكن تستعملها وتجدد يعني إذا عندك طحين تقدر تستعمل هذا الطحين وتجيب طحين جديد والمياه وهذه الأمور كلها طيب النقطة التالية يجب أن يكون عندك راديو يعمل بالبطارية لأن الكهرباء ما رح تكون موجودة فالراديو يجب أن يكون معه بطارية لتسمع الأخبار وتسمع التوجيهات الرسمية والتعليمات التدرب على إجراء الطوارئ هذه الأمور ناقشها مع أطفالك مع عائلتك تحديد مواقع الملاجئ الموجودة في منطقتك ويتضع خطة بالعائلة نفسها إذا صار ما صار والأطفال بالمدارس والزوجة والزوجة بالعمل تتفق على خطة وآلية لكي تضمن سلامة العائلة مثلا ابقى بالملجأ الموجود في منطقتك فورا أو نلتقي في مكان الأفضل عدم الخروج ولكن يعني يجب أن تضع خطة إنك إذا عندك ملجأ بالبيت أو قريب على المدرسة خليك بالملجأ مال المدرسة القريب على المدرسة وكل واحد في موقعه هذه الأمور كلها جميع هذه الأمور أخواني الكرام تؤدي إلى التخفيف من الأضرار والإصابة بالإشعاء سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة طبعا الأفضل عدم الخروج من المنزل عدم التعرض للمياه الجوفية شرب المياه الجوفية السباحة في المياه هذه أي شيء يكون بالخارج يجب أن نحمي نفسنا وعدم التعرض له والدعم النفسي النفسية تكون تعبانة فطبعا الصلاوات والقراءة وقراءة القرآن والذكر وهذه الأمور كلها تنطي الطاقة الإيجابية حمان الله وحمى جميع الناس في كل مكان أتمنى لجميع الخير والصحة والعافية والسلام الحلقة القادمة نتكلم عن تأثير الإشعاعات على الجسم وشلوان نقي نفسنا من هذه الأمور وحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة